لطالما شكلت الناصرية معقلاً تاريخياً للاحتجاجات في العراق فقبل أكثر من خمسة آلاف سنة ومنذ عهد استومريين تفخر ذيقار بأنها كانت على الدوام منطقة تأبل خضوع وحتى يومنا هذا قدمت هذه المحافظة قلب منطقة العشائر في جنوب العراق العدد الأكبر من شهداء الاحتجاجات التي خرج بها الشباب جميع المحافظات العراقية ومنها محافظة صلاح الدين وجامعة سامراء بالتحديد أعلنت الحداد على أرواح الأبرياء الذين سقطوا من أجل التغيير والإصلاح هزتنا الغيرة على الشهداء اللي بالناصرية وبالنجف وطلعنا حتى أنه ولو هو الشي بسيط وهم يستهلون أنه أكثر من هذا الشي يستهلون دمنا نحن ريد وطن يعني هنا ما ريدينش غير وطن ما بي موت يعني ذولين موتوا خطيئتهم برقبة كل إنسان كان إلى سبب موتهم نستنكر العمل اللي صار بمحافظة الذقار وإحنا جينا هنا تضامننا وإخواننا وإحنا كليتنا واحد وماكو طائف فيه ولا تفرقة الطلاب اعتبروا هذه الوقفة أقل شيء يقدمونه لمن ضحوا بأرواحهم من أجل نيل الحقوق أول الشهداء الذين سقطوهم يعني شالتهم الغيرة والله العظيم غيرة موابدة وإنسانية وإسلام كل المبادئة الإسلامية هذا أول شيء تاني شيء بالنسبة للشهداء للراحة والنسبة للتغيير قادوا عملية التغيير بأنفسهم فنرجو من الله العليل قديرا أن يمنح هذا الوطن السكينة والراحة الطلاب من جميع المحافظات العراقية استثنوا من الطائفة تركوا جميع المساميات خلفهم الطائفية والمذهبية وكذلك المكانية من جميع المحافظات ارتقوا أن يوقفون اليوم موقفة تضامنية موحدة باسم العراق إن شاء الله لافتة وعلم العراقي هو الفيصل بيننا رحم الله الشهداء وشافة جلحة جميعا وتعاني المحافظة التي يعيش أكثر من 40% من سكانها تحت خط الفقر من نقص كامل للخدمات يضاف إليه تقلبات الطقس بين الجفاف والفيضانات المدمرة للمحاصيل ولا يطالب شبابها إلا ببعض الحقوق التي دفعوا ثمنها غاليا ترجمة نانسي قنقر